الخبر الأول اللي عدنا عن سوكينة وردها على أسو وبكاها بسبب متابعين سوكينة اللي اتهموها بأنه هي جالسة تقلدها طبعاً اللي شاف المقطع السابق يعرف القصة بالكامل فسوكينة نزلت على حسابها بالإنستجرام شمية ستوريات توضح بها القصة بالكامل وتطلب بها من متابعيها أنه يقفون التهجم على أسو وأنه يتهموها أنه هي جالسة تقلدها على كلنا رح تقوم هذه الستوريات على موت تفتهمون أكثر ولكن حالياً ساير سوء تفاهم بالسببي اللي أنا لازمني أوضحه اللي ساير هو أني بعد ما نزلت آخر فيديو على القناتي اللي جربت فيه أغلب شوز من موقع ويش يسر أو آسو للأسف تعرضت لهجوم من بعض متابعيني بيروحوا عندها بيحكوا لها أنت بتقلدي سوكينة علماً أنه هي مسوية نفس الفيديو قبلي فالشيء مش منطقي أنه هي تقلدني اللي ما بتعرفوه هو أنه أنا أيضاً بتجيني نفس التعليقات ونفس الرسائل والهجوم والسب وبيحكولي أنا أيضاً أنه أنت بتقلدي يسر لكن أنا ما بهتم لكن يسر الموضوع بيزعجها وأنا بتفاهمها وحتى لو كنت مثلاً شفته عندي يسر وحبيت أعمل مثله أو يسر شافت أي شيء عندي وحبيت أعمل مثله فهذا الشيء ما بيعطي الحق لأي إنسان يسب أي إنسان لأنه هذا الشيء متعارف عليه في اليوتيوب وكل اليوتيوبرز في العالم بياخدوا إلهام من بعض وحبتنا جداً حلوة بين بعض إحنا زميلات وصديقات وعادي جداً يحصل بيننا تعاون في أي وقت وهذا الشيء اللي بيصير بيخلي يعني ممكن يخلي بيننا بعض المشاكل وإحنا مش حابين هذا الشيء يصير آآ يا أنا تواصلت مع يسر واعتدرت لها شخصياً نيابة عن كل الناس اللي أزعجوها بسببي وأتمنى هذا الشيء يوقف الخبر الثاني اللي عدنا عن المتابعين وفضيحتهم من نورستار فنور نزلت هذا المقطع على قناته واللي هو كان مقلب الشامبوب صديقتي ولكن كل اللي شافوا المقطع عرفوا أنه هذا المقلب تمثيل وطبعاً اتفجرت الكومنتات بهذه التعاليق اللي يقولون أنه المقلب متفقين عليه وأنه هو تمثيل أو ما بالنسبة لفكرة المقلب فكان هو أنه نورستار تحط هذه الصبغة بالشامبو مع صديقتها ولما صديقتها تجي تصبح رح تنصدم بوجود هذه الصبغة ورح تصير شكلها بالكامل هيج فبدأ المقلب وبس وصلنا للحظة المنتظرة طلعت أنه صديقة نورستار بهذا الشكل واللي هو من الواضح أنه المقلب تمثيل لأنه هي مجرد دهنة جسمها مو أكثر فهي المفروض شاندة تصبح فليش ماكو عليها أي قطرة ما يسوى على شعرها على ملابسها ونورستار نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي وضح أنه المقلب تمثيل مو أكثر فلو تدقيقون عدل أنه جسمها من الداخل ما بي أي شيء أو مو مصبوغ بنفس الصبغة مجرد دهنة شوية من جسمها وإيدها ولم تقدام الكاميرا فالشي طبيعي صراحة أنه أغلب المتابعين كشفوها عليكم اكتبوني يا حبابي بالكومنتات شو رايكم هل هو المقلب حقيقي أو تمثيل وليش نورستار برايكم إيش يسوت الخبار الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي للمرة المليون على أنسو بيسان قال هذا المقطع النزلون اللي كانوا إياهم موفلوكس فحالي أنه تدخل على المقطع راح تشوفون النص التعليق بكتوبة بالإنجليزي بهذا الشكل مثل ما شايفين ومثل ما قلت قبل أنه هذا التعليق هي تجمد المشاهدات تجمد اللايكات وبضر صاحب المحتوى لكن أنسو بيسان مجهزين حملة قوية عمود يمسحون هذه التعليق الموجودة وقدروا يخفون تقريبا نصها عليكم يكتبوني يا حبابي بالكومنتات شو رايكم هل يستحقون هذا التهجم أو لا وشين السبب اللي تتوقعون أنه أنسو بيسان ديستمرون يموفلوكس رغم كل هذه التهجمات الخبر الرابع اللي عدنا عن عائلة أنسو أصالة وعن أغنيتهم الجديدة فأنسو أصالة نزلوا على قناتهم هذا المقطع اللي أعلنوا من خلاله عن أغنيتهم الجديدة أما بالنسبة شو كنت تنزيله على اليوتيوب فبالمقطع القادم راهطكم هذا الأقطع شوفوه 50 للفيديو الجاية لأدى الفيديو كليب يا سيدي هو الفيديو كليب لما تحضروا الفيديو كليب حاولوا تفهموا القصة وقلوا لنا أراءكم عن الموضوع بالكومنتات هي بصراحة القصة إلى أكثر من مارحة وأظل على كل واحد فيكم هي بتم فهم كهاني قليلون أنه لما ينزل الفيديو كليب يعملوا لايك لا تستعملوا لايك أول ما ينزل الفيديو أول ما ينزل الفيديو إذا عملتوا لايك دعوا لايك الكم دولار بسوا يا حباي بكتبونا بكمنتاج قدرتوا 150 للغنية بس والله هنا وصلنا هات المقطع أتمنى المقطع جبكم لا تنسوا تحطون لايك تشتركوا بالقناة حانا يكون في هذه الزي مخاطرات مبنكة القصص وبس مع السلامة